بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد نحن في الباب الثاني Basic Computer Organization and Design فننتقل فيه إلى الموضوع التالي هذا الموضوع بعنوان Complete Computer Description أصبح الآن بمقدورنا أن نعطي وصفا كاملا لعمليات الحاسب لماذا؟ لأننا تكلمنا عن نوعين من أنواع الدورات التي يتم تنفيذها داخل الحاسب النوع الأول هو Instruction Cycle دورة التعليمات والنوع الثاني هو Interrupt Cycle النوع الأول يحدث في الحاسب إذا لم يكن هناك أي طلب من منافس الإخراج والإدخال للتعامل مع الحاسب وإذا ظهر طلب من أحد هذه المنافس يتحول الحاسب يجمد العمل في Instruction Cycle ويتحول لتنفيذ الInterrupt Cycle كما شرحنا في الدرس السابق هذا الشكل الذي أمامنا يوضح الصورة الكاملة فنبدأ من أول صندوق في الأعلى هذا هو صندوق البداية Start ونصفر السيكونس كاونتر والInterrupt Enable في الفلوب والInterrupt في الفلوب يعني R بصفر IEN بصفر وSC بصفر السيكونس كاونتر جزء من وحدة التحكم كما نعرف ونصفرها لتبدأ بإرسال إشارات التوقيت اللازمة ابتداء من T0 وحتى T15 كما شرحنا في درس وحدة التحكم الآن نتحدث عن Instruction Cycle بما أن R مصفرة أي محتوىها يساوي صفر فنحن في ال Instruction Cycle نحن في الجزء الأيسر من الرسم هذا الجزء يبدأ بورود إشارة من وحدة التحكم تساوي R bar T0 R bar لأن محتوى R في الصفر إذا كانت قيمة logic variable 0 نمثلها بالbar فنقول R bar إذا كان R bar وفي نفس الوقت إشارة التوقيت هي T0 تبدأ رحلة دورة التحكم ثم تذهب كما شرحنا عندما تحدثنا عن Instruction Cycle يأخذ محتوى الProgram Counter إلى l-Address Register ويضاف 1 إلى محتوى الProgram Counter ثم نأخذ محتوى الميموري المحدد بما نجده في l-Address Register إلى l-Instruction Register هذا مرحلة البحث أو الفتش البحث عن التعليمة ثم يبدأ فك شفرة التعليمة وهي مرحلة Decode في هذه المرحلة ننظر في مكونات التعليمة المختلفة وهي 16 bit فننظر إلى l-bit رقم 15 لنعرف نوع التعليمة هل هي تعليمة Memory Reference أم تعليمة Register Reference أم تعليمة Input أو Output Instruction ثم إذا كانت التعليمة Memory Reference فإن ال-bits من 0 إلى 11 تأخذنا إلى عنوان و-bits من 12 إلى 14 تحدد لنا نوع ال-Operation هل هي Ant أم Add أم Load أم Instore أم غيرها من السبعة عمليات أم إذا كانت التعليمة Register فإن ال-bits من 0 إلى 11 تخبرنا ما هي التعليمة وإذا كانت التعليمة من نوع ال-Input أو Output فأيضا ال-bits من 0 إلى 11 تخبرنا ما هي بالضبط هذه التعليمة ثم نذهب إلى الخطوة التالية لنفرق بين Memory Reference Instruction وال-Register أو Input أو Output Instruction هذا نعرفه من ال-D7 ال-D7 هي أحد مخارج ال-3x8 Decoder الموجودة في ال-Control Unit إذا كانت ال-D7 تساوي 0 فنحن نعرف أن التعليمة من نوع ال-Memory وإذا كانت ال-D7 تساوي 1 فنحن نعرف أننا إما نتعامل مع تعليمة من نوع ال-Register أو نتعامل مع تعليمة من نوع ال-Input أو Output ما هو الذي يفرق بين هذين النوعين هو ال-bit رغم 15 إذا كانت i بواحد فنحن نتعامل مع Input أو Output Instruction فنسهب وننفذها فإذا كانت i بصفر فنحن نتعامل مع Registered Reference Instruction فنسهب وننفذها أما إذا كانت ال-D7 تساوي 0 فنحن نتعامل مع Memory Reference Instruction فال-Memory Reference Instruction له حالتين إما أن تكون العنوانة مباشرة وهذا نجده إذا كانت i تساوي 0 فإما عنوانة غير مباشرة وهذا نجده إذا كانت i تساوي 1 إذا كانت العنوانة مباشرة فلا نفعل شيئا عند اللحظة D7 Bar و I Bar و D3 هذا معناه D7 صفر و I محتواحة صفر وال-Timing Signal كانت D3 عند هذه اللحظة لا نفعل شيئا فإنما ننفذ العملية أما إذا كانت العنوانة غير مباشرة فهذا يحدث عندما D7 Bar و I B1 و نفس ال-Time 3 هذه الإشارات تأتي من Control Unit في هذه الحالة نذهب لنوجد ال-Operant من موقعي في المموري ثم نكمل تنفيذ التعليمة بعد إكمال جميع هذه التعليمات كما نرى بأنواعها الثلاث يتم تصفير sequence counter في وحدة التحكم و نرجع إلى الخطوة الأولى لنرى ما هو محتوى R من الأول إذا جاءت لحظة ساوى فيها R محتوى R ساوى واحد وهذه اللحظة تأتي عندما يكون هناك طلب للتعامل من ال-Input أو Output Terminals كما شرحنا في الدرس السابق إذا ظهرت هذه الحالة التي فيها R تساوي واحد ننتغل إلى ال-Instruction Cycle وهي الجزء اليمين من الرص هذا يحدث متى إذا كانت R بواحد من ال-Timing Signal T0 نذهب بمحتويات ال-Program Counter إلى Temporary Register سجيل مؤقت ثم نصفر ال-Adress Register حتى نذهب إلى موقع الزاكرة وصفر كما شرحنا في الدرس السابق ثم نصفر محتوى ال-Program Counter حتى يذهب بنا إلى هذا الموقع ونأخذ محتويات ال-Temporary Register هذا السجل المؤقت إلى ال-Memory Address هذا يكون وعنوان العودة وعنوان الرجوع محتوى Temporary Address Register وعنوان الرجوع لأنه فيه ما كان موجود في ال-Program Counter وفي اللحظة التالية بعد الانتهام من التعامل مع ال-Input أو Output Instructions نصفر ال-Interrupt Enable في الفلوب ونزيد محتويات ال-Program Counter ب-One حتى يذهب خطوة أخرى ثم نصفر ال-Sequence Counter ونصفر ال-R ليكون الحاسب جاهز للذهاب إلى ال-Instructions Cycle مرة أخرى هذا مظاهر بهذا الخط نعود إلى R مرة أخرى لنرى هل نحن نريد أن ننفذ Instructions Cycle أم نريد أن ننفذ Interrupt Cycle إذن هذا الرسم البياني يعطي صورة كاملة لسريان البرامج في الحاسب سواء كانت لتنفيذ تعليمات Instructions Cycle أو لتنفيذ اعتراضات تأتي من طلبيات ترد من ال-Input Terminals أو ال-Output Terminals وإلى اللقاء في الدرس القادم